أكد صاحب أسمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية القمر المتحدة الشقيقة والدفع بها إلى مختلف المجالات نحو أفاق أكثر رحابة جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله اليوم بحضوري معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء فخمت الرئيس غزالي عثمان رئيس جمهورية القمر المتحدة وذلك في إطار الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة حيث أشار سموه إلى ما تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين من نماء في شتى المجالات لافتا سموه إلى همية مواصلة الدفع بمسارات العمل والتنسيق المشترك بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والموضوعات موضع البحث في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة من جانبه أعرب فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يليه من اهتمام وحرص على توطيد العلاقات القائمة بين البلدين بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والنماء ترجمة نانسي قنقر